مقتل أحد مؤسسي ألد داعش طبعا الإعلامية وكلة أعماق إذن تفاصيل جديدة ظهرت حول قتله مؤسس ألد داعش الإعلامية براء كاديك وفقا لما نشره شقيقه على موقع فيسبوك فإن كاديك قتل في ضربة جوية يوم الأربعاء في مدينة الميدين في محافظة دير الزور في سوريا ماذا يعني قتل كاديك لأعماق ولداعش في تحليلنا ننظر في السياق وفي الآثار المحتملة لهذا التطور نتابع تلقت وسائل إعلام داعش ضربة كبيرة بعد قتل براء كاديك والمعروف باسم مشعل ريان ما يجعل هذا التطور أكثر دمارا لداعش هو أنه أتى بعد سلسلة هجمات استهدفت آلة الدعاية لداعش على مدى العام الماضي وتروحت هذه الهجمات بين الغارات الجوية إلى الهجمات الإلكترونية المتطورة مثل إصدار نسخة مزيفة من مجلة داعش الإلكترونية على الإنترنت رومية ونتيجة لهذه الهجمات المتواصلة فإن يد داعش الإعلامية فقدت تأثيرها وفعاليتها ففي نيسان إبريل بدأت ضعف المتفاقم في إعلام داعش واضحا للعالم بأسره عندما قامت أعماق بكشف هوية خاطئة لمهاجم باريس الذي قتل ضابط الشرطة هناك عدة أسباب تبين لماذا أضعفت هذه الهجمات وشلت قدرات وسائل إعلام داعش داعش جعل نفسه عرضة للخطر على وجه التحديد بسبب السيطرة المركزية والمركزة على وسائل الإعلام من خلال التصميم المرئي الموحد واللغة المستخدمة في أنشطته الدعائية لذلك عندما يتم ضرب المكونات الرئيسية لهذا الهيكل المركزي فمن الواضح أن آلية وسائل الإعلام في داعش سوف تصارع بصعوبة بالغة للتعافي وبعد أن تلقى داعش الكثير من الضربات الموجعة والحرجة يعتقد خبراء الإرهاب أن قدرة داعش على التأثير على جمهوره من خلال الإعلام قد تم إضعفها بنجاح الأمر الذي سيزازع ثقة أتباع داعش بالتنظيم وبقدرته الدعائية وهذا بدوره يضع زعيم داعش أبو بكر البغدادي في موقف حرج فبينما يواجه البغدادي هزيمة وشيكة في الموصل فإنه يتعين عليه الآن أن يتعامل مع الدعاية والشبكة المعطلة للتنظيم ما يشكل تحدياً للحياة أو الموت بالنسبة لداعش لأنه لا يستطيع أن يفقد السيطرة على دعاية داعش أمام منافسيه وبالتالي فإن فقدان مصدقية أعماق قد تدفع البغدادي في النهاية إلى الاختباء